بيان عسكري خاص أصدره قادة الانقلاب العسكري في النيجر يقضي بغلق أجواء البلاد أمام حركة الطيران في مواجهة تهديد بتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة العسكريون في النيجر شددوا على أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه برد قوي وفوري وقد حذر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أي مغامرة عسكرية للتدخل في البلاد مؤكدا أنها ستكون كارثة على الاستقرار والوحدة في المنطقة وقال ما يسمى المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر في بيان إن هناك انتشارا مسبقا لقوات في البلدين وسط إفريقيا لم يسمهما استعدادا لتدخل عسكري محذرا من أن أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال لدينا معلومات تفيد بأن قوة أجنبية تستعد لمهاجمة النيجر إن القوات المسلحة في النيجر مستعدة للدفاع عن البلاد كما تعهد القادة العسكريون بالرد فورا على أي عدوان أو محاولة عدوان على أي عضو في إكواس باستثناء الدول الصديقة المعلقة لعضويتها في إشارة إلى بوركينفاس ومالي هدوة واجه مجموعة إكواس مواقف إقليمية تعارض التدخل العسكري في النيجر إدانيا خرجت حشود غفيرة إلى شوارع العاصمة نيامي دعما لقرارات المجلس العسكري بشأن التصدي لأي عمل عسكري رافعين شعار النيجر لشعب النيجر